ودفعت وهي تسلح الآن جماعات في سوريا ودفعت لشراء نفوز بوضح أن هذا النفوز متفق عليه مع تصور دولي بيدير قطر وبيدير فلوسها وبيعمل لها نفوز لازم نقف في هذه المسألة ونسأل نفسنا إذا كانت قطر تعطينا وفاء بفضل مصر عليها واعترافا به أهلا وسهلا إذا كانت قطر تعطي عشان تشتري بأموالها نفوزا في مصر محدش يشتري مصر ولا قرارها ولا نفوز فيها لا قطر ولا بيرها دي قرأت المصريين طبعا أنت شايفها الحال في مصر الحقيقة الطريقة اللي بتدير بيها قطر وبيتدير بيها الإدارة المصرية مسألة الاستعانة بالأموال القطرية خلت المصريين يكرهوا هذه الطريقة في المعاونة لأنهم حاسين أنهم اللي بيجي من قطر مش عشان الشعب المصري ده عشان حكومة معينة قطر عاوزة تسندها ربما نكاية في الشعب المصري مش احتراما له يعني هذا الدعم أنت تراه الدعم لنظام الدكتور مرسي وليس دعما للمصريين بالتأكيد وهو بالتأكيد بيتم ابتراءة خطأ وأي مصري عنده كرامة من واجبه أنه يتوقف يعني فيما يعني أمام ده ويرفض ومش من قطر بس من أي بلد هتدينا بهذه الشروط تخيلها ما ليبي هتدينا اللي تتم مليار وأنا يعني لازم نقول لها شكرا أنها بدون فوائد لكن تقول سلمونا أحمد قذاف الدم يعني هل هانت مصر على نفسها لدرجة أن قرارها السياسي يبقى بيدفع أجرته بس حدثت دايما كنت مع العدالة الدولية وأنه المطلوبين يسلموا من جميع الأنحاء العالم ده أمر آخر لكن اللي حصل دلاتي أن أحمد قذاف الدم ده يفترض أن هو مصري بالمناسبة والناس ده هم اللي الدول الأمان ولعد عندنا كويس قوي وأنا بذكرك أن مصر ملتزمة بأخلاقيتها وبالقانون الدولي ألا تسلم أي لاجئ سياسي ما لم يكن حكم هناك واضح عليه في محاكمات عادلة هي لي بديلاتي مأمونة نفاهم نظام قضائي مستقل وعادل عشان أسلمه عبد الناصر ده جمال عبد الناصر هذا الزعيم العظيم في تاريخنا العربي وما قامت ثورة الفاتح من سبتمبر هناك وأطاحت بالملك السنوسي كان السنوسي والسنوسي موجود في مصر معززا مكرما لم يجرؤ معمر القزافي أو إذا كان جرؤ لم يستجب جمال عبد الناصر له وما سلموش السنوسي وسابوا وعايش في مصر كما يليك في مصر ده قيمة البلد يعني قيمة مصر وإحنا لازم نبقى فاهمين أن بلدنا جزء من صروتها قوتها الأخلاقية والمعنوية فمنفردش فيها ومنبعهاش بالرخيص